سين إبراهيمي بتسديدة قوية ورائعة لرسميا انتقل لنادي ليلى الفرنسي وقدم اداء رائع وجميل جدا ما شاء الله عليه ممكن انه جمل بالماضي يقدر السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما بدأ وما تنسوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسوش تعطونا اراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل حب والاحترام للجميع اول شي نبدأ به في هذا الفيديو رح نتكلمه على نبيل بن طالب اللاعب السابق لنادي انجي الفرنسي اللي رسميا انتقل لنادي ليلى الفرنسي وهذا الصورة اللي تشوفوا فيها هي صورة مسربة لانه المصورة الفريق قرروا قدام نبيل بن طالب يصور فيه ولكن هاد الصورة برداءة الجودة التاحة لانها مصورة من مكان بعيد وداروا لها الزوم باش يسربوا هاد الصورة نبيل بن طالب رسميا في نادي ليلى وهذا امر جيد صراحة انه انتقل لنادي ليلى لانه معاهم رح يلعب ادوار اولى رح يتقلق معاهم رح نشوفوا ايضا يقدم مستويات جيدة نتمنى ولو كل التوفيق لانه لاعب مرضي ظروف لا يحسد عليها ظروف كانت سيئة جدا اصابة مشاكل اللي خلت اللاعب اللي كان يلعب في توتنهام ومتقلق في الدول الانجليزي وتقلق مع نادي شالك في الدول الالماني بعدها مشاكل كبيرة جدا والاصابة اللي بقى بعدته عن الميادين حاليا رجال المنتخب الوطني بدأ اللاعب يسترجع مستواه ويرعب حاليا في نادي ليلى نتمنى ولو كل التوفيق ان شاء الله ونشوفه بن طالب يرجع كما كان زمان لانه لاعب قوي بدنيا لعب قوي دهنيا النوع من هاد اللاعبين اللي نستحقوهم في المنتخب الجزائري بالاخص في كأس افريقي هذا اللاعب تا افريقي لانه الافارقة يلعبوا بخشونة ولازمهم واحد كما كان عندنا عند لانجديورا وحاليا عندنا نابيل بن طالب اللي هو يكون واقف في وسط ميدان المنتخب الجزائري اللي لاعب ما شاء الله ليه جرينطا بدنيا وحش نتمنى ولو كل التوفيق عطونا رأيكم في نابيل بن طالب وفي هذا الانتقال هل هو موفق او ليس موفق حسب رأيي المتواضع احسن خيار داله افضل من نادي اونجي انه يلعب حاليا مع نادي ليلى الفرنسي ولان باش نتكلمو على رايان ايت نوري لعب المنتخب الجزائري ولعب نادي ويلفر هامتونا الانجليزي اللي شارك اليوم مع فريقه اساسي في المبارات وقدم اداء رائع وجميل جدا ما شاء الله عليه ان شاء الله يستمر على هذا الملوال على هذا التألق على هذه المستويات الرائعة اللي رأي يقدمها مع فريقه ويلفر هامتون كنا نعرف انه رايان ايت نوري يلعب مدافع ايصر يعني ظهير ايصر ولكن مدرب نادي ويلفر هامتون صار يعتمد عليه واعتمد عليه في بعض المباريات في الموسم اللي فات شفناه لعب في ذلك المنصب هو انه يلعبه كظهير ايصر متقدم موشي واللي يلعب تقريبا نقدر انه يلعب جناح بحكم انه اللاعب فنياته جيدة لاعب مراوغ لاعب سريع يعني يقدم اضافة كبيرة جدا هجوميا لفريقه ولنادي ويلفر هامتون وهذا اللي شفناه في مباراة اليوم لعب ما شاء الله له هجوميا خطير جدا ويقدم اضافة كبيرة جدا شفناه كيفاش يتوغل في وسط ميدان الخصم وكيفاش يدخل ويراوغ ويوزع توزيعاته وعرضياته جميلة جدا ومتقنة هذا الشيء اللي نتمنى انه جمل بالماضي ايضا يعتمد على رايان ايت نوري بهذا الطريقة لانه لاعب مثل رايان ايت نوري متعدد المناصب متعدد يعني يلعب لك في اي بلاسة وعنده امكانيات كبيرة يعطيك العديد من الحلول وهذه هما اللاعبين لنستحقوهم في المنتخب الجزائري انه يكونوا دائمين ويكونوا دائما عندنا مثل هاد اللاعبين رايان ايت نوري دفاعيا ماهوش سيء ما شاء الله له جيد جدا دفاعيا يسترجع الكورات بكل سلاسة بكل ذكاء دون ارتكاب الاخطاء يعني ما شاء الله له لعب متكامل بيئة معنى كلمة ومدافع عصري جمل بالماضي حاليا بالنسبة لينا نشوف عنده العديد من الخيارات العديد من الحلول الجيدة والرائعة ممكن بعض الناس يقول لك رايان او رامي بن سبعيني اللي روي تقلق مع دورت موند كيفاش ما اللعبوش ظاهر ايصر مايلعبش مدافع كيفاش نديرو عادي جدا يقدر يلعب رايان ايت نوري يعني كجناح او يلعب متقدم ضهير متقدم ويقدر ايضا يلعب وراه رامي بن سبعيني او رامي بن سبعيني ايضا يقدر يلعب كفي وسط الدفاع كمحوري مدافع محوري وهذا شفتنا كيفاش جمل بالماضي وظفه من قبل ولعبه كمدافع محوري وكان ناجح في ذلك المنصب يعني عدنا العديد من الحلول عدنا ايضا احمد توبل اللي يلعب كضاهير ايصر عدنا جوان حجام اللي يلعب كضاهير ايصر يعني صارت عدنا الحلول في هذا المنصب اللي كان من قبل فيه فراغ كبير جدا كان كيت ساب رامي بن سبعيني ما عدنا اي حل اخر حاليا عدنا العديد من الحلول عدنا لعبين اللي يتنافسوا على منصب واحد وهذا امر جيد بالنسبة للمنتخب انك يكونوا لعبين بمستوى جيد وجودة رائعة يتنافسوا على المنصب لانه باش تكون الاماكن في المنتخب الجزائري غالية جدا يعني انك تلعب وتتقلق مع فريقك وتقدم الاضافة وتكون في مستوى جيد جدا باش تضمن مكانتك في المنتخب الجزائري يعني مكان حتى واحد اللي ضامن مكانته في المنتخب الجزائري اللي يلعب احسن اللي يتقلق احسن اللي يشوفوا المدرب الخيار الافضل هو اللي باش يلعب ويفيد المنتخب الجزائري اعطونا رايكم في مستوى رايان ايت نوري في المباراة اليوم ومستوى بالعموم على كل حال بالنسبة ليا لاعب رائع جدا ربي يحفظوا من الاصابات ومن العين وان شاء الله يستمر على هذا المستوى ونشوف انه هاد اللاعب يستحق نادي افضل من نادي ويلفر هامتون علاش لا ما نشوفوش هاد اللاعب يلعب في سيتي يلعب في ارسنال يلعب في تشيلسي او لما لا انا بالنسبة لي لعب مثل رايان ايت نوري عنده مكانه في برشلونا او ممكن في ريال مدريد لما لا وايضا ما ننسوش باش نتكلموا على ياسين ابراهيمي الغزالة الاصمر لنادي الغرافة القطري واللاعب الرائع جدا والفنان والمهاري الخطير اليوم سجل هدف عالمي باتم معنا الكلمة هدف ولا اروع كما ركو تشادوا معنا هذا هو الهدف اللي سجلوا ياسين ابراهيمي بتسديدة قوية ورائعة جدا هدف على طريقة البلاي ستيشن ما شاء الله عليه لعب يعني كأنه مازال صغير في السن كتشوف مستواه كتشوف تحركاته كتشوف مراوغاته كتشوف الاضافة اللي روي ديرها والمستوى اللي روي قدمه صراحة تقول انه هذا اللعب مازال قادر انه حاليا ينتقل الى اوروبا ويقدم مستويات جيدة ورائعة جدا لانه انا بالنسبة لي يا سين ابراهيمي من بين اللاعبين اللي ظلم نفسه ظلم كبير جدا بانتقاله للدور القطري في السن الصغير كان قادر انه من بورتو انه ينتقل للعديد من الانديا شوفناه مع غرناطة كان قادر يزيد يكمل ويلعب في انديا افضل واحسن لانه اللاعب كانت عنده عروض وكان مطلوب ممكن الاغراءات المالية هي اللي جرت ياسين ابراهيمي انه يروح ويلعب في قطر ولكن كتشوف مستواه ما شاء الله له لا عب ولا اروع نشوف انا ممكن انه جمل بالماضي يقدر لما لا انه يعول على ياسين ابراهيمي ويستدعيه للمنتخب الجزائري هذا رأيي انا من وجهة نظري بحسكم ان نشوفوا المستوى اللاعب اللي راوي قدمه والاداء الرائع والاداء الجميل انه لاعب يستحق انه يبشي استدعيه للمنتخب الجزائري على الاقل انك تفوت به كأس افريقيا 2024 المقامة في الكود ديفوار ممكن ما تلعبوش اساسي ولكن ياسين ابراهيمي لاعب مهم جدا انه تكنيسيا انه يحكم الكرة انك تقدر تعول عليه في اخر المبارات مبارات تكون مزيرة لاعبين يلعبوا في الدفاع خصمك يلعب في الدفاع انك تدخلوا ياسين ابراهيمي يعطيك الحلول يصنع المشاكل للخصم لاعب يعني بالنسبة لي فنيا تاكتيكيا مهم لأي مدرب انه يكون عندك لاعب مثل ياسين ابراهيمي اعطونا رأيكم في التعليق ونحترمو جامعة الاراء وما عنديش مشكل مع الناس اللي تختلف معايا في الرأي يعني بعض الاشخاص لازم يتعلموا امر مهم جدا انه ما نناقشوش الاشخاص نحن نناقش الافكار رأيك ورأيي وفكرة يعني ما عنديش مشكل عادي جدا مرحبا بكم اشتركوا في القناة